ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تينيا مانا الكنتاكت مع شخص مصاب حينقله الإصابة النقطة الثالثة كمان استخدام الأشياء الشخصية منشفة شخصية شخص عنده تينيا مانا نشف منشفة جاء شخص آخر ما عنده ممكن ينصاب النقطة الخامسة كمان الكنتاكت مع شخص مصاب لو فيه وواحد طفل أو كبير يلعب معها ممكن ينصاب كمان الكنتاكت مع السويل السويل فيه عملية الدرماتوفايتس فيه التراكوفايتون فيه المايكوسبوريام فلو حصل انه كونتاكت بالسويل ممكن ينصاب الباثوجينيسيس اللي ممكن تحصل انه فيه درماتوفايتس حتطلع دايجيستيف انزايم الديجيستيف انزايمز دي حتعمل دفيوز سكالينغ حتعمل في البالمز فيحصل يعني فيه تقشر واضح زي ما انتم شايفينه طيب التنيا مانا بتأفكتس البالم بشكل كبير كمان الباك بشكل كبير وكمان بتكون في السكن فولز بتوين بتكون وكمان ممكن تعملها بتوين ال 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 هنا زي ما انتم شايفينها بتوين ال ال ممكن التنيا مانا بتعمل ال كيف نعمل في منتهى السهولة خلاص تعلمناها طبعا دي شكلها تنيا مانا زي ما انتم شايفين تختلف علينا وذلك هنا نحاول نعمل ونتأكد بشكل قاطع فنروح نعمل ونحطها على شريحة ونعمل وننتظر عشرة الى عشرين دقيقة ونعمل شفنا الهايفي على طول زي ما قلنا نعمل عشان نحدد ونعمل ونحفظها عند خمسة وعشرين دردية مقوية لمدة سبوعين وبالتالي هتكون نشوف طبعا ليش نحفظها عند خمسة وعشرين دردية مقوية لأنها سوبرفيشيال فغالبا هتكون في الروم تمبريتشر طبعا احنا نقول خمسة وعشرين من خمسة وعشرين إلى ثلاثين دردية مقوية هذه تنيا مانا زرعناها على طلع الزرع كده وشكله كمان باودر وغرانيولر عملنا طلع الكلاستر مايكرو كانيديا وماكرو كانيديا بالتأكيد ترايكوفايتون من تاكروفايتس طي في واحدة ثانية تنيا مانا طلع وايت تو كريمي وطلع هنا اللي هو يولو براون تو واين ريد طلعت هنا تير دروب مايكرو كانيديا بالتأكيد ترايكوفايتو الربرم واضحة تماما ممكن زي ما قلنا نعمل بالبي سي آر أو بالدي انا برو نؤكد الانتي بادي ليس لها أي دور لأنها سوبر فيشيال انفكشن كيف نعمل تريتمنت اندل بريفنشن بالتأكيد توبيكل لأنها سوبر فيشيال مايكونازول يعتبر دراج أوف تشويس كلوترايمازول كمان يستخدم كتوبيكل في الحالات اللي ذا ممكن نعمل تيربانيفين كأورال دراج بالنسبة للدرماتوفايتس كنت معكم في التنيا مانا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة